أعظم ما يثقل ميزان المؤمن يوم القيامة هو حسن الخلق هو حسن الخلق والسبب في ذلك كما ذكر بعض أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر أن حسن الخلق دائم مع الإنسان حسن الخلق دائم مع الإنسان ولذلك الإنسان يكتسب بحسن الخلق الأجور العظيمة فحسن الخلق معه في خلوته وفي جلوته في ضعنه وفي إقامته في سره وفي علانيته في ليله ونهاره في استيقاظه وفي نومه على جميع أحواله على جميع أحواله ولذلك حسن الخلق حينما يكون موجوداً عند الإنسان فإنه يكتسب بذلك أجور عظيمة وبهذا تعظم يثقل الميزان يوم القيام يثقل الميزان يوم القيام